ده كلام شيكابالا ردا على هذا القرار لكن الأهلي طلع بيان رسمي وجاء بيان الأهلي كالتالي الأهلي يدعو لمجلس طارق غدا للرد على قرارات اتحاد الكرة قرر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي دعوة مجلس الإدارة لاجتماع طارق غدا للرد على القرارات الصادرة عن اتحاد الكرة بشأن أحداث مباراة السوبر المصري وحفظ حقوق النادي ولاعبيه كاملة في بيان رسمي أصدره الأهلي منذ قليل ما تقدرش تطلع منه بأن الأهلي منفعل ولا لا لكن الأهلي في آخر سطر قال أن احنا بنعمل ده للحفاظ على حقوق النادي واللاعبين كاملة فماذا سيكون قرار الأهلي هنشوف بكرة في اجتماع طبعا الأهلي وإزا مالك من حقهم أن هما يلتمسوا على العقوبات اللي خرجت لكن اجتماع مجلس إدارة للأهلي هيخلص على إيه هنشوف احنا معاكم وهنتابع بإذن الله لكن النهاردة كان أول مران للكابتن طارق العشري الموديل الفني الجديد للمصري البور سعيدي اللي هدف التعاقد معاه هو انتشال المصري من اللي هدف التعاقد معاكم